بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه السلام الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني يمكن بدي أحكي عن أقدم المدن في الأردن يعني أول قلعة بنيت 12 ألف قبل الميلاد اللي هي قلعة دامية أو قلعة أردن في دام قلعة أردن اسمها في دامية وعديها بنيت مدينة طبقة فحل مدينة طبقة فحل بعدها بنيت مدينة فينان أو فينون لأنه في اللهجة الثمودية الأردنية القديمة كان مثلا فينان يسموها فينون يعني الألف يصير واو عبدون عمون دي بون يعني يحطوا الألف يحطوا الواو مكان الألف وهذه طبعا لهجة موجودة وصحيحة لكن في شغلة مهمة يعني لم يسعفنا وقتنا في حلقة الأردن أن نقولها أنه في ناس يقول لك يا أخي الأردن معناها هايردن بالعبري ومعناها باليوناني ومعناها مش عارف شوي طب يا أخوها ظل متى أجونا طب هذه 12 سنة يعني 14 ألف سنة ظل متى أجونا أجونا 2000-1800 بالضبط 1500-1800 قبل الميلاد يعني أنت بتحكي على الفارق 10 ألف سنة بين التسمية وبينها فيه شيء يا أخوان بتكون تعرفوه اللي زي ما إحنا عندنا تعريب للكلمات مثلا مجريط اسمها مدريط مثلا غرناطة مثلا غرناطة مثلا يعني شو كمان هذا قرطبة يعني فيه أسماء عربات أيضا فيه كلمات عربية يوننت يعني تحولت اليوناني وتحولت العبراني وتحولت الروماني بس الأصل هي كلمة عربية هي كلمة عربية لكن لأنه يعني اللي يبحث مش كثير معني في أنه ثبت هذه هوية الأردنية بيقول لك كذا بيقول لك دان الأردن ما أكر مهلف من كلمتين جور ودان جور ودان أولاد إبراهيم هذا كلام يعني أنا ما بقدر أقول عنه سخيف لأنني أنا إنسان أكادي يعني بيتكلم علم بس أقول لك كلام هذا لا يتفق مع الحقيقة جور يعني عندك النهر الأردن كان له ثلاث ثلاث روافد بانياس والحاصي باني واللدان اللدان من جهة الشمال بلاد كنعان فيما بعد فلسطين والحاصي باني وبانياس والحاصي باني من كانوا من لبنان وهذاك من سوريا في المفهوم الحديث طبعا جور مأخوذة من من الزراعة ألا أنت عندما تريد أن تزرع أشجار فوقك شو بتسوي تعمل جورة 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 هي لها جمال لاجهة الثموديين القديمة هي كانت من مدن مملكة باشان الأردنية جور يعني من الجور من التجوير من الزراعات الشجر في الزر أودان كلمة عربية القرآن الكريم في سورة الرحمن ولمن خاف مقاما ربه جنتان ذوات أفنان ولمن خاف مقاما ربه جنتان ذوات أفنان فيما عينان تجريان فيما فاكات ونخل ورمان بعدين بيقول لك وجن الجنتين دان وجن الجنتين دان المهم كلمة دان والله أنا حافظ سورة الرحمن كاملة بس رأي شوف سبحان الله كيف غافت عني رأي دان يعني داني في القرآن الكريم يقول قطوفها دانية يعني بتتناولها وانت قاعد وانت واقف في القطوفها داي فدان هي كلمة عربية وليست اسم لا لابن إبراهيم ولا ما يعزرون إذا إبراهيم سمى اسم من أولاده على اسم دان هو حر بإخطاءة الحكيم مو صحيح يعني هذا كلام تخرصات فلذلك يعني دان هي كلمة عربية معناها الداني أو المتعط يعني الفاكهة المتدلية وهي دانية يعني تدنوا من صاحبها وفي نون في نون دواتها أفنان في نون معناها الجنات الخضر يعني وادي عربة أصلا هو كان عبارة عن جنات خضر كانت بلاد كلها خيرات كلها دواتها عدينا صحرت مع الزمن مع الزمن العباسين دمرونا عباسين قطوا أشجارنا وغوروا مياهنا وصحروا الأردن هلكوا الأردن قبل عباسين زمن الأمويين كانت الأردن بلاد جنات تجري متأتي على الأنار حتى في الحديث الشريف يقول لك إن محمد يعيدكم إن قتلتم تخول جنة كجنان الأردن جنان الأردن كانت البلاد كلها جنان ولذلك نقول أن هذه المدن تأسست بعدين تأسست أريحة أريحة تأسست تقريبا بالثمان تلاف قبل الميلاد في نون بالعشر تلاف قبل الميلاد هذا الطبقة تفحل قبلها وقودامي قبلها بعدين تأسست في السبع تلاف قبل الميلاد منطقة عين غزال عين غزال لم تكن مملكة من فصل العالم هي كانت جزء مملكة الزمزميين اللي سبقوا العمونيين وقد يقول لك إيش لأنه يعتمدوا فقط على الحفرية الأثرية أنه يفكروا كل العالم بس هذا الموجود طيب إحنا من حلال الحفريات إحنا وجدنا مثلا حديث عن المنسف من الشمال والوسط والجنوب طيب كيف أجه هذا دليل أنه كان كان له شعب واحد وكان التواصل معهم المدن هذه الأردنية العظيمة اتأسست ولذلك مثلا تلاقي رب تعمون رب تعمون رب معناها العاصمة عاصمة عمون ربة مؤاب اللي هي كانت الآن اسمها الرب هي كانت يعني أحد هي كانت مركز ديني كانت مركز ديني كانت مركز للإله كموش وهكذا يعني إحنا الأردن الأردن بلد عبارة عن مستودع عظيم و مزدحم بالحضارة والتاريخ لكن في الأردن مشكلة تاريخية كبيرة مشكلة اللي هو الأردن يجتمل على الحضارات الفانية وهذه سنخصص لها حلقة لحالها الحضارات الفانية وذكر ربنا في القرآن الكريم هل تسمع منهم أو تحس لهم ركزة يعني ما لهم وجود هي الحضارات الفانية لم يتحدث عن المؤرخون ولا الأثريون ولا حضارة الفانية في حضارات فنية ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم صحيق وقاعا صفصفة ما خلالهم إحنا لأن أقوامنا الأردني كانت أقوام عنيدة جدا مش صلبة بس عنيدة عنيدة ما بترد لا على نبي ولا على وحي ولا على كذا فربنا يجيبهم يسخطهم وخرص البشري منهم في هالمجموعة هذه ولذلك هذا العذاب اللي صار عند قوم صالح واللي كان عند قوم شعيب مرتين ولي صار عند قوم لوط واللي صار هذا كله أوجد جينات الخوف جينات الخوف لأنه لو ما شوف السمة الهد والأرض الزلزل والصيحة والدنيا يعني المؤمن والكافر يموت من الخوف شوال الوهاد اللي جتنا فلذلك نحن نقول أن الأردن هو بلد يجمع جميع المتناقضات ولكنها تنسى جمع بعضها يعني تلاقي الإيمان وتلاقي الكفر تلاقيهم هم جماعة تجاوزوا على الله سبحانه وتعالى في موضوع قوم لوط وتلاقيهم أيضا آمنوا بالله وآمنوا بالشعيب لذلك لما أجت الفتوحات الإسلامية فتحت الأردن كلها بدون قتال لماذا؟ لأنه كان هم بلد الأنبياء هم بعرفوا أنه في توحيد وفي الله لا شريك له في إيمان وفي كذا فبالتالي حتى رهب وحير وهو من الغساسنة لما كان موجود في أم الرصاص حكى لقريش عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا سنعلم حلقة لحاله قالهم هذا دير وعليه هذا نبي هذا كذا إلى كذا وهذا مكتوب عنه في كتبنا المتوارثة فالأردنيين كانوا يعرفوا يعرفوا أنه جاي نبي وجاي رسالة ولذلك كان مثلا أهل الصلط وأهل عمان دخلوا بدون قتال بما رأسا ليش؟ أنه اللي كان الرئيس الجيش اللي فتح الصلط كان أخوه لأبو سفيان وكان هو تاجر ويعرف الناس ويعرف العربان ويعرف الشيوخ قالهم يا جماعة خيارنا جاينا من تصير مسلمين قالوا فنشهدوا أن لا إله وأنه محمد رسول الله وأسلموا وخلصوا من أي نوع من أنواع القتال أو الانتقام ولذلك يعني إحنا بلدنا بلدنا نأتز فيها ونفتخ فيها لأنها ليست طارئة على الوجود وعلى التاريخ وعلى الهوية وعلى الكيان هي بلد متجذرة في كل ما تعالي الكلمة جغرافيا اجتماعيا سياسيا إحنا شعبنا كان يفهم بالسياسة ويفهم بالحياة ويفهم بالإتلاف ويفهم بكل شيء ولا سك أنه إحنا الأردنيين الآن إحنا أحفاد أولئك تلك القبائل وتعاقبوا على الدين من الوثنية المسيحية الإسلام ونحن الحمد لله الآن مع ما نحن عليه وإن كانت طبعا العصرية خلصت الدنيا والحديث بقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة